مرحبا بكم وصفتنا نهار اليوم لحلوة تقليدية منتاع الزمان نقوم لها المقروسة ويخدموها للقهوة العشية بالنسبة للمقادير نعينك ميزانك نحتاج الفارينة نصيرها من قبل من أحسن قريصة ملح بالنسبة لكمية الفارينة كائن حوالي 800 غرام ربع مغار فتاع السكر تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا خليتنا شوية بشي نزوق بهم الفوق نخلط المكونات مع بعضها ندير غير حفيرة صغيرة في الوسط ونحط ملعقة متوسطة على الخميرة خميرة الخبز ملعقة كبيرة مبشور ليمون نحاول نخلطها مع الفارينة في الكسرنات حطيت الحليب والماء والزبدة الحليب والماء تقدروا تقوموا بكمية متساوية والحليب وحده الزبدة حطوا زوج مغارف كبار يكونوا معمرين كما يلزم حطوا بشوية وراكم تلمو في العجينة لا تقوموا بكمية العجينة تبنكشور شوية نشفة باش كنحطر البيض متوليش تريه بزيف حطوا زوج حبة بيض نزيدها مع العجينة ونخلي السافر بيضة واحدة باش نزوق بها نكمل للم العجينة كيف شراهي الفارينة مثل ميش كامل نرش شوية على المظهر نرش شوية على المظهر نرش شوية حليب ونكمل للم العجينة هذا الحليب اللي مخلط مع الماء والزبدة قدل شوية في الكسرونا نكمل من العجينة ننقوم بقليل العجينة لا يجب أن تكون تجارية النقودة من العجينة نقوم بقليل العجينة لا يجب أن تكون تجارية نحكومة سوف تسخن الحليب لا تسخن كثيرا ثم اضعوا بعض التعليم سوف نعجنها على لوحة عمل نضع ملعقة متوسطة على الزبدة أو على الزيت أو المارغارين نضع نعجنها حتى تطرى اشتركوا في القناة دهنت القناة بالزيت و نضع العجينة و لا تقوم بتخمر كثيرا كي تبدأ قليلا التعليم العجينة خمرت قليلا نضعها في الصينية ثم دهنتها بالزبدة نضع حجم العجينة نضع حجم العجينة أقرصها كما راكم ترون وهذه هي النسبة تعتسمية لهذه الحلوة الحلوة هذه النوع من أنواع البريوش التقليدي اللي يديروه في البيت الفرن شعله من قبل على 200 درجة و كي تضعوا الصينية في الفرن نقصوه الآن نضع بصفر البيض نضع حجم العجينة نضع مصدر نضع حجم العجينة و نضع هذا الفن والمقروسة يكون جاهزة و رائحة تستمتع و نقسم منها اشتركوا في القناة هذا البريوش سهل لا تفضلوا معكم مع العصر تكون جاهزة وتجوزوها مع القهوة العشية ان شاء الله تجربوها وتنجحو فيها لا تقلق لكم الى الملتقى مع فيديو اخر ان شاء الله